اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المدرسة نظيفة لدينا حكم وهو النظافة أسندنا هذا الحكم لشيء للمدرسة إذن نظيفة مسند والمدرسة مسند إليه بعبارة أخرى المسند هو الحكم الذي أسندناه والمسند إليه هو صاحب هذا الحكم دعوني أيضا أبسط وأسهل أكثر من هذا حتى تفهم الدرس بكل سهولة اسأل هذا السؤال ماذا أسندنا ولمن أسندناه ماذا أسندنا ولمن أسندناه الشيء الذي نسنده هو المسند ولمن أسندناه للمسند إليه نعود للمثالين نجح المجتهد أسندنا النجاح للمجتهد إذن نجح مسند المجتهد مسند إليه المدرسة نظيفة أسندنا النظافة لمن للمدرسة إذن نظيفة مسند والمدرسة مسند إليه سنأخذ الآن أربعة أمثلة إضافية المثال الأول شرح المعلم الدرس أسندنا الشرح لمن؟ للمعلم إذن شرح مسند والمعلم مسند إليه الدرس واضح أسندنا الوضوحة لمن؟ للدرس أسندنا الوضوحة للدرس واضح إذن مسند والدرس مسند إليه هزيم الجمع أسندنا الهزيمة للجمع إذن هزم مسند والجمع مسند إليه ظننتك مغرورا ظننتك مغرورا أسندنا الغرورة لك أنت المخاطب الكاف ظننتك مغرورا إذن مغرورا مسند والكاف مسند إليه بهذه الطريقة سوف تستطيع أن تستخرج المسند والمسند إليه من أي جملة تصادفك ماذا بقي؟ بقي أن تعرف الموقع العرابي شرح المعلم الدرسة شرح فعل المعلم فاعل إذن الفعل يكون مسندا والفاعل مسند إليه الدرس واضح الدرس مبتدى مرفوع واضح خبر واضح قلنا هو الشيء الذي أسندناه إذن هو المسند الخبر يكون مسندا والدرس هو مبتدى إذن مسند إليه هزيم الجمع هذا الجمل المبني للمجهول إذن تأخذ نائب فاعل هزيم فعل والجمع نائب فاعل هزيم قلنا الفعل هو يكون مسندا والجمع مسندا إليه ظننتك مغرورا هذه ظنة تأخذ مفعولين المفعول به الأول الكاف والمفعول به الثاني مغرورا إذن مغرورا كما ذكرنا سابقا هو الشيء الذي أسندناه هو المسند والكاف مسند إليه باختصار الذي يأتي مسندا هو الفعل سواء كان مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول والخبر يكون مسندا وما كان أصله خبرا حتى لو دخلت إنا وأخواتها وكان وأخواتها ما يتغير شيء لو أخذنا مثلا الدرس واضح أسندنا الوضوحة للدرس واضح مسند الدرس مسند إليه لو غيرنا وقلنا إن الدرس واضح لا يتغير شيء يبقى المسند مسندا والمسند إليه يبقى مسندا إليه وحتى لو أدخلنا كان أو إحدى أخواتها كان الدرس واضحا لا يتغير شيء يظل هو الحكم وأيضا المفعول الثاني سوف يكون مسندا في حين أن المسند إليه يكون ماذا؟ الفاعل ونائب الفاعل ويكون المفعول به الأول أو حتى ما كان أصله مبتداء وهذا كله موجود في الكتاب الغرض من الدرس أنك من خلال المعنى بكل سهولة ويسر تستطيع أن تستخرج المسند والمسند إليه نأخذ مثالا أخيرا نام الطفل نام الطفل أسندنا النوم للطفل نام فعل والطفل فاعل نام سوف يكون مسندا أسندنا النوم لمن للطفل الطفل سوف يكون مسندا إليه هل تريدون مثالا أخيرا أين على الجملة الإسمية؟ أقول مثلا كان الطقس حارا كان الطقس حارا أسندنا الحرارة للطقس إذن حارا مسند والطقس مسند إليه أظن هذه الأمثلة فيها الكفاية آمل أن أكون قد وفقت لشرح هذا الدرس بطريقة مختصرة ويسيرة وواضحة بارك الله فيكم إذا أعجبك المحتوى فلا تنسى الاشتراك بالقناة اضغط على زر الإعجاب وانشر المقطع لتعم الفائدة صوت ومعنى استمتاع معنا